لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع سلسلة جديدة ألا وهي مناسك الحج والعمر لبيك اللهم لبيك لبيك لك أنا أعلم ونحن في موسم الحج أن كثيرا من المسلمين وفقهم الله عز وجل لكي يذهبوا إلى البقاع المقدسة هذه الحصة ستكون عبارة عن نصائح قبل الحج نصائح قبل الحج وقبل أن أذكر هذه النصائح الشكر أولا لولاة أمورنا لأن ولاة الأمور ولله الحمد يسال لنا أمر الحج بعدما كان الحج فيه مصاعب الآن ولله الحمد الحج صار سهلا فنسأل الله عز وجل أن يثيب ولاة أمورنا وأن يعجل بالشفاء لولي أمرنا ثانيا أيها الحاج يا من تريد الحج أولا عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى وفقك من بين الملايين من الجزائريين ساهموا في القرعة ولكن لم يخرجوا في القرعة وأنت خرجت في القرعة فعليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى والذي لم يخرج في القرعة وليس عنده قدرة على الحج واش نقول له نقول له ارضى بقضاء الله عز وجل وقدره ورك مأجور على النية بإذن الله عز وجل إنما الأعمال بالنيات لرهناو الحج في قلبه ويتقطع قلبه ولكن قدر الله ما أخرج في القرعة ولما عندهش المال فيؤجر على حسب نيته وهو في بلاده ثالثا يا من تريد الحج أخلص النية لله عز وجل ليكن حجك لمن لمن تحج لله رب العالمين قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لمن لله فينبغي أن يكون حجك لله بشي بشي يقول لك حاج ولا يجب تحجق إنما يكون حجك لله اللهم هذه حجق لا رياء فيها ولا سمعة رابعا ينبغي أن يكون حجك من المال الحلال إياك أخي أن تذهب إلى البقاع المقدس للحج بالمال الحرام العلماء يقولوا بل الإنسان لحج بالمال الحرام حجه باطل وبعض العلماء يقول لك حجه صحيح ولكنه آتم يعني حجها مش مبرور رابعا أو خامسا يا من تريد الحج قبل الحج عليك أن تتفقها في دينك تعلم أحكام الحج قبل أن تذهب إلى الحج تفقه في أحكام الحج وهذه حصة مناسك الحج هذه فرصة لك أيها الأب أيها الجد أيها الغيور على دينك أن تتعلم أحكام الحج تابع معنا هذه الحصة وتابعها لا أقول مرة بل مرات وكرات حتى يكون حجك كحج النبي صلى الله عليه وسلم مدمرك مقبل على الحج واجب عليك تتعلم أحكام الحج احرس أن يكون حجك كحج النبي صلى الله عليه وسلم ربما تحج مرة في العمر شعال من عامرك تلايم الأموال بيش تتحج فينبغي أن تحرس أن يكون حجك كحج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حجك حج مبرور على بلكم الحج المبرور ليكون لله وليكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم جزاء فاعله الجنة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كذلك يا من تريد الحج عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة ركماش بيت الله عز وجل اللي قد جدد حياتك الآن أن تداهب إلى البقاع المقدسة ينبغي أن تتوب إلى الله توبة نصوحة ليكن هذا الحج طريقا إلى الاستقامة تترك المحرمات تترك الكذب تترك الحسد تترك البغض تترك أكل الربا تترك معاكسة النساء تريد أن تبدأ حياة جديدة الحج المبرور يا إخوان احرس أيها المسلم أن يكون حجك مبرورا مش أي حج قال مهم الروح الحج وانطوف نسعى بل يبغي أن يكون حجك مبرورا ليس فيه رفت ولا فسوق لا تغتاب المسلمين لا يبقى في قلبك غل على أحد كذلك أيها المسلم يا من تريد الحج قبل أن تذهب إلى الحج رد المظالم إلى أهلها إذا كان ناس ضلنتهم وروع عندهم واطلب منهم المسامحة إذا اديت أموال ناس ردها إلى أصحابها إذا كان عليك ديون رد الديون إلى أصحابها سامح جارك إذا كنت معاديهم بغضة إذا كان عندك واحد من الأصدقاء والأقارب واطلب منهم المسامحة معليش انت بدأ ادفع بالتي هي أحسن السيئة لا تنسى أيها المسلم يا من تريد الحج لا تنسى أن تترك نفقة لأهلك رقماشي الحج وليت ترك زوجتك وأولادك اترك لهم النفقة التي تكفيهم في غيابك وكذلك اترك لهم تمنشراء الأضحية فقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول إذا مشيت وخليتهم بدون مال فأنت آتم كذلك لا تنسى القدر الكافي من المال يعني إذا كنت سافرت ادي معك قدر كافي يكفيك من المال حتى لا تبقى عالة على غيرك ما تبقى ستلف على الناس ما تذلش روحك خذ معك القدر الكافي من المال حقيبة الحاج وأنت في البيت الآن رك في البيت تريد أن تذهب إلى الحاج ينبغي أن تعد الحقيبة ما يسمى بحقيبة الحاج حقيبة الحاج ماذا يوجد فيها واش فيها أولا فيها ملابسك الملابس توعك خذ معك من الملابس ما يكفيك لا سيما إذا كان الحاج في موسم الصيف ويكثر العرق فتحتاج يعني إلى ملابس وملابس يعني تكفيك لأنه ممكن تبدل الصباح والمساء فخذ من الملابس ما يكفيك كذلك الإحرام خذ معك الإحرام الأفضل لك تشري الإحرام من بلادك ولي رأي باغي يشري الإحرام من المدينة مش مشكل يشري الإحرام من المدينة كذلك الحقيبة تاعك يكون فيها الأدوية كأن أدوية عامة لا يستغني عنها أي مسلم أي إنسان كي يقولوا أدوية عامة يعني هذه الأدوية حتى وحد صحيح يحتاج إلى الكاشي تعراص يحتاج مثلا إلى الذي يسكن آلام الضرس والأسنان يحتاج مثلا إلى أدوية تعليد سهل له يعني إذا كان مثلا عنده إسهال فيحتاج هناك أدوية ضرورية يحتاجها المسلم مثلا مثلا قد يقع عنده يعني التهابات في جلده ينسموه إحنا فازلين فيحتاج إليه لسي ما عند الحج فهذه أدوية عامة وكين أدوية خاصة للمرضى وعندما تنفيه مرض السكر فيحتاج أن يأخذ معه دواءة وعندما تنفيه فقرة دم يأخذ معه دواءة ولا تنسى قبل الدهاب يا من بيك مرض مزمن أسأل الله أن يعجل لك الشفاء ما تنساش تروه عند الطبيب وتستنصحه يعني الطبيب يقولك كماشي الحجاز وحجاز أرض حارة فينصحك بنصائح فما دبيق بل ما تمشي تستنصح الطبيب إذن تدي أدوية عامة وتدي أدوية خاصة ولا يعني هذا الاستغناء عن الأطباء كين ولله الحمد في البعتة تعنا كين أطباء كن معهم دائما في اتصال دائما كن في اتصال مع أطباء البعتة وبإذن الله سيخدمونك كذلك أنصحك أن تكتر من شرب السوائل هذه نصائح طبية الإنسان لما يكون في بلاد الحجاز وهي أرض حارة أكتر من شرب السوائل علاش كي تشرب المبزات مثلا ما يبقاش عندك مشكل في فقر الدم ما يطيح لكش السكر كذلك امتني عن التدخين وإن لم تستطع فقلل التدخين ليدخنوا الحاج فرصة أنك تترك التدخين ما تدخنش في الفناء تعالى المسجد النبوي عظم هذا البقعة المقدسة إذن حاول تخفف الضخان بل استغلوا الفرصة في هذا البقعة المقدسة حتى تترك شرب التدخين إذن عزيزي المشاهد هذه بعض النصائح التي نقدمها للحاج قبل أن يذهب إلى الحاج وأنا أعرف أن كثير من المسلمين لم يتابعوا هذه الحلقة فهذا نداء للشباب الذين تابعوا الحلقة هذه الحلقة هذه الحلقة مسجلة على صفحة الفيسبوك ممكن تحملها وتعطيها لهؤلاء الحجاج لسيما كبار السن وبإذن الله إذا أعطيتهم هذا الدرس بإذن الله عندك أجر الحج لأن النبي سعصم يقول الدال على الخير كفاعله وانترك في بلادك وركاعد وهم رهم في الحج وأنت تشاركهم الأجر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاجنا لأداء الحج كما أده النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسوا موعدون معكم في الحصة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر